ناخد أول سؤال في حلقة النهاردة من أستاذ عبدو من الشرقية أستاذ عبدو السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم كان عندي أحدك سؤال تفض بالنسبة إحنا أختين من جوازين وإحنا ولدين بردون من جوازين ولينا أخ بيشرب مخدرات يا فندم وعنده أولاد وعنده أولاد ومنفصلين الأولاد عن الزوجة والزوجة فالأولاد مع الزوجة فدلوقتي حدثك البيت عيد باع عشان كل واحد ياخد حقه البيت اللي أنتو ورسينه وأنتو الأربعة البيت اللي أنتو ورسينه وأنتو الأربعة أي وبعدين نعم نعم فالبيت ده يا فندم عوجيهنا أستمناها كل واحد خاد الورث بتاعه نصيبه كالمال طيب فأخويا ياخد ونصيبه لأولاده وخلي حد واصع على المال أولا أنتو عملتو عليه أي قضية حجر ولا حاجة؟ ولا أي شيء فأنت دلوقتي عايز تسلم فلوسه لأولاده؟ نعم حتى نحن بننفق عليه هو نفسه بننفق عليه بس نحن بنتكلم هل يجوز لنا نزيله المال أول للأولاد؟ أول حاجة بس تعال نحط قاعدتين ده سؤالك انتهى أستاذ عبدو؟ نعم يا فندم وفي سؤال تاني يا فندم تفضل أستاذ عبدو، تفضل أنا شاري بيت أربعة أدوار بسه شاريه من شهر كده فعاوز كان عامل آآ عاوز أعمل لأولاده عشان ليه أولاد آآ فكنت عاوز أعملهم حقيقة ما عملتهمش خالص فأنا نوي أجيب آآ الله يعزك يعني آآ 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 ولا أي حاجة أكبرهم عندها 11 سنة طيب فأنت بتسأل بقى العجل ينفع للتلاتة؟ نعم خلينا نجاوب على السؤال ده على طول آآ ينفع للتلاتة العجل ينفع للتلاتة لأن العجل بيقوم بمقام سبع شياه فده خلاص فخلاص المسألة أما مسألة أخوك بقى فهو دلوقتي بدل أم هو لم يتم الحجر عليه فالفلوس فلوسه لكن انت بتقول دلوقتي احنا بننفق عليه فانت ممكن تقول له احنا نخلي ورس حضرتك ده عندنا عشان ننفق عليك وتدفع أمواله لأولاده لكن الفلوس دي فلوسه بالأساس ولا يجوز منعها عنه لأن دوت حقه ولا يجوز ان احنا نمنعه حقه ولا ربما الفلوس دي لو دفعت إليه تكون سبب من أسباب انه هو يفكر انه هو يغير حياته او يروح يتعالج بيها في مسحة او انه يتغير هي المسألة انه هو mortality يجوز نضغط عليها عشان انه يتعالج اذا كان يصل لحد الادمان وواضح انه هو وصل لحد الادمان بما ان كنتوا بتنفقه عليه فواضح انه يصل الى حد الادمان نضغط عليه انه هو يروح ما صحة ونضغط عليه انه هو يتعافي لدينا اجرائيين الاجراء الأولاني ان الفلوس دي فلوسه ما نقدرش إن نمنعه من حقه في المراس لان تفلوس خلاص هي فلوسه العمر التاني نضغط عليه عشان يروح يتعالج ودلوقتي الدولة موفرة مراكز لعلاج الإدمان كثيرة جدا جدا ممكن نلحقه بمركز من هذه المراكز عشان يبدأ في رحلة التعافي لأن ده شيء مهم جدا جدا في حياته المستقبلية